وسط مخاوف من هجوم روسي مكثف على أوكرانيا هيمن أمس الخلاف على أعمال اجتماع وزراء دفاع ناتو بشأن إمداد أوكرانيا بدبابات قتالية ألمانية الصنع من طراز اليوبارد 2 أو السماحي الدول الأخرى بذلك الدبابة الألمانية المختلف عليها تبلغ سرعتها القصوى 68 كم في الساعة ومجهزة بمدفع من عيار 120 مل كسلاح رئيسي ومسلحة كذلك بمدفعين رشاشين خفيفين وتنتشر على نطاق واسع في أوروبا حيث تستخدمها أكثر من 12 دولة ألمانيا المتهمة بالتراجع عن تزويد أوكرانيا بدبابات اليوبارد 2 نفت على لسان وزير دفاعها معارضة برلين نقلها إلى كييف لكنه قال إن بلاده مستعدة للتحرك بسرعة إذا تم التوصل إلى توافق بين الحلفاء من جهتها وجهت واشنطن هجوما قويا على قوة بوتين الضاربة في أوكرانيا إذا أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن وزارة الخزانة الأمريكية ستصنف قوات فاغنر الروسية كمنظمة إجرامية تأتي العقوبات الأمريكية على قوات فاغنر في وقت يعتمد عليها بوتين بشكل متزايد في حربه ضد أوكرانيا على الرغم من التوترات المتزايدة بين الجيش الروسي وتلك القوات وفي وقت أعلن الرئيس الأوكراني عزم قواته مهاجمة مواقع روسية نصح مسؤولنا أمريكيون أوكرانيا بتأجيل شن الهجوم على القوات الروسية إلى حين حصولها على إمدادات إضافية الرد الروسي على إعلان زيلينسكي جاء سريعا على لسان المسؤول في مجلس الأمن القومي الروسي دامتري ميدفادف الذي كان أكثر صراحة من بوتين في الإعلان عن استخدام الأسلحة النووية ذاهبا بإعلانه إلى أبعد من التوقعات وعلى الرغم من مضي نحو عام على الغزو الروسي لأوكرانيا إلا أن حسم المعركة لصالح أي من الطرفين المتصارعين لا يزال يحتاج إلى وقت وكأن الغرب ومن خلفه واشنطن خططوا لأن تكون هذه الحرب استنزافة لقدرات موسكو العسكرية والاقتصادية وليس فقط هزيمتها في أوكرانيا لقدرات موسكو العسكرية والاقتصادية وليس فقط هزيمتها في أوكرانيا